الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكد استمرار مصر في تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك رئيس مجلس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية بالفيوم ويؤكد وجود توجهات رئاسية بالإسراع في تنفيذها الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت درينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم تشاور مستمر وتنصيق المتبادل بين قيادتي مصر وفلسطين بالشأن القضية الفلسطينية ولا تتوقف اللقاءات التي تجمع الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني يوما وعنوانها العريض مصلحة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل عادل وشامل لها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشقية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة ومن جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية مشيدا بدور مصر التاريخي وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنصيق المكثف بينهما وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية دور كبير لمصر في حماية القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتربط الشعبين المصري والفلسطيني روابط أخوية وتاريخية تعزز الرغبة المشتركة للتعاون في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين فلم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين منذ عام 1948 مصر اتخذ التدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية وإيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومعترف بها من الأمم المتحدة ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة ولتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار بين الفصائد الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني وبهدف تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفة ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ عام 2002 أكدت خلالها مصر ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية وإجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية وعدم قيام أي فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار كانت وستظل مصر المساندة الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجي الجزائري رمطان العمامرة الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير حميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعيدة والانطلاق بها إلى أفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تابون مرحبا سيادته بالدعوة المواجهة من شقيقه الرئيس الجزائري ومعربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا كما تطرق اللقاء إلى تبادر وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي لسيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمية تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للرئيس الكيني وليامروتو لفوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للرئيس الكيني بكل توفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من تقدم والإزدهار مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين حول كافة الملفات الأقليمية ذات الاهتمام المشترك استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سفير تاجكستان بالقاهرة دراب الدين قاسمي وأشهد رئيس مجلس الشيوخ بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين مؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع تاجكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ومن دانبه أعرب سفير تاجكستان بالقاهرة عن احتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر واهتمام تاجكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة وتجربة تنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات رئاسية بالإسراء في تنفيذ المشروعات القومية وأضاف مدبولي خلال زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التنموية تعتبر محور عمل الجمهورية الجديدة أقولي يمكن يعني أنا عايز بس يعني نسلط الضوء على المشروعات اللي احنا وقفنا عندها أو كمنا بتفقدها وحتلاقوا كلها حضراتكم مشروعات اللي دايما دي هو محور يعني عمل الجمهورية الجديدة وكل المشروعات القومية المهمة جداً اللي في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بالحكومة بالإسراع بتنفيذها ومتابعتها بصورة دائمة وحد يحرككم كده ناخد كده اللقطة على طول مع بعض طبعاً أول مشروع توقفنا عنده كان تطوير منطقة السوائي ودي طبعاً معلم مهم جداً سياحي فيه دايماً كان في محافظة الفيوم وهو دايماً الانطباع عن الفيوم كان دايماً واحد من الانطباعات عنها على طول اللقطة بتاعة منطقة السوائي والحياة لما بدأنا التطوير المنطقة دي بالذات حصل يعني نقاش وجدل إن الحكومة داخلة تهدم المنطقة التاريخية وبتغير معالم المكان وحدشيل السوائي القديمة وبالعكس يعني أعتقد يعني إحنا حاولنا نرد من خلال سيادة المحافظ والدولة إن إحنا بالعكس داخلين نطور وهو دا اللي حضركم شفتوه النهاردة واعتقد بعد ما تفقدنا المكان وشفنا إزاي إن السوائي رجعناها بعد ما تعمل لها رفع كفاء أو ترميم كامل رجعت تشتغل زي ما كانت بالظبط وطورنا المكان بقى بطريقة حضرية كمتنفس لأهالي مدينة الفيوم وأوضح مدبولي أن المشروع الآخر ضمن توجهات الرئيس سيسي هو إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات والاهتمام بالدخول في المدن القائمة واستغلال الأراضي المتاحة لإقامة وحدات سكنية للشباب والأثر المتوسطة وأشار رئيس الوزراء لأنه على أرض الشونة وأرض المحلة بالفيوم تم استغلال جزء من الأرض لإقامة وحدات سكنية لأهالي الفيوم سيتم طرحها في أقرب فرصة ممكنة قلنا بعد كده لمشروع آخر الحياة فخانة الرئيس وجه به وهو إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات إحنا الحقيقة المشروع ده يعني أهميته الشديدة إن إحنا طبعا متوسعين في برامج الإسكان المتنوعة ولكن دايما كان أساسها في المدن الجديدة فكان دايما عندنا الرغبة بإن إحنا ندخل في جوة المدن القائمة بقدر الإمكان في أي أراضي متاحة نعمل عليها وحدات برضو تكون في متناول الشباب أو الأسر المتوسطة عشان تطرح لأهالي هذه المدن فالنهار ده يمكن على أرض ما نطلق عليه أرض الشونة وأرض المحلج ودي كانت أراضي كان زمان مستغلة من محلج الفيوم اللي تعمل تطوير ليه وابتدى يشتغل بعد كان متوقف لعشرات السنين استغلينا جزء من الأرض اللي بقى فضيت منه بنعمل عليها مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم إن شاء الله وزي ما حالكم شفتوا مستوى تشتيب الوحدة على مستوى جيد جدا وإن شاء الله دي بتطرح في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم وأضاف مدبولي أنه تفقد المشروعات الجارية تنفيذها بقريتي قلهنة وإطصى ومركز يوسف في الصديق بإجمالي 64 قرية و600 تابع انتقلنا الحقيقة بعد كده لطبعا يعني أساس أو هدف الزيارة بتاعتنا وهو الحقيقة قرية قلهنة بمركز إطصى علشان نزور مشروع حياة كريمة والحقيقة يمكن الفيوم حاليا إحنا بننفذ المرحلة الأولى في مركزين مركز إطصى ومركز يوسف الصديق بإجمالي 64 قرية و600 تابع والحمد لله يمكن اتمنيت أن أغلب المشروعات ماشية تبقى للبرنامج الزمني وإحنا تبقى لإن شاء الله المخطط بنهاية ديسمبر القادم حنكون انتهينا من المرحلة الأولى ودول يمثلوا لوحدهم تلت قرى المحافظة المرحلة التانية ويمكن كنت لسه بكار مع سيادة المحافظة اللي حندخل فيهم المركزين اعتبارا من العام 23 حيبقى بيخلونا مع انتهاءهم هما كمان نصل إلى 80% من قرى المحافظة بيتم زي ما حالكم شوفتوا تفقدنا المركز المجمع الخدمات الحكومية المركز التكنولوجي المدرسة الجديدة وشوفنا القوافل الطبية الحقيقة اللي بتتنفذ على مدار الأيام بقى النهاردة مع الجامعات المصرية وكليات الطب الجامعات المصرية بيعملوا القوافل الطبية اللي حالكم شوفتوها دي بتبقى موجودة على مدار الأيام كلها على مدار السنة في كل محافظات مصر وشوفنا طبعا بقيت المشروعات اللي بتتعامل جوة قرية حياة كريمة وتمقنيت على تقدم الأعمال وان يعني فيما يخص المرافق بالفعل دخلت مياه الشرب والصرف الصحي الغاز الطبيعي لتصلاة الفايبر النهاردة دخلة بالقرى يعني الحقيقة بنعمل نقلة حقيقة في خدمات القرى وقرى حياة كريمة فعلا وده دايما عشان كده بحق هو مشروع القرن لمصر إن شاء الله أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة أن تحرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها باعتباره بوابة تعكس هوية المحافظة والنسق الحضري والتاريخي لها جاء ذلك في مستهل زيارة مدبولي لمحافظة الفايوم لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظة الفايوم أحمد الأنصاري الذي أوضح أن أعمال تطوير مدخل المحافظة نفذتها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والتباري وخلال زيارته لمنطقة السواقي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أعمال تطوير بالمنطقة تلبي متطلبات التطوير الحضري للمدينة وتحقق الاستفادة المثلى من خلال مشروعات تدر عائدا اقتصاديا وتوفر فرص عمل للشباب وأوضح مدبولي أن المشروع يسير بخطة متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات كما تبع رئيس الوزراء موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتطوير عواصم المحافظات بالفيوم مؤكدا أن المشروع يحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي لحرص الدولة على النهوض بمستوى جودة حياة المعطنين أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ مشروع حياة كريمة والعمل على دفع الجهود وسير العمل في الأعمال المتعلقة به وخلال متابعته لسير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية قلهانة قام مدبولي بجولة بالمركز التكنولوجي وفي عدد من مكونات المجمع الخدمي الذي يستهدف تيسير الخدمات الحكومية على المواطنين بأنظمة متطورة وخلال جولته بمحافظة الفيوم تفقد متبولي أعمال توسعات محطة تنقية تمياه الشرب بقرية العزب الجديدة وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التوسع في تنفيذ مشروعات تخدم جانبا كبيرا من المواطنين وتسهم في توفير فرص العمل تفقد متبولي مجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة والذين تم إنشاؤهما في إطار مبادرة مصنعك جاهز للترخيص التي تتولى وزارة التجارة والصناعة تتولى تنفيذها وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية التي تمثل حاضنة لدعم الصناعات ولتنميتها على النحو الذي يدفع الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالميا وسيتم طرح المجمعين أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري بنظام التمليك بتيسيرات غير مسبوقة أو الإيجار بأسعار رمزية وسيدم المجمعان الصناعات الغذائية والهندسية والكيموية فضلا عن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات وللمزيد حول جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة ألف يوم لتفقد عدد من المشروعات تنضم إلينا سالي سالم مرسلة التلفزيون المصرية تفضل سالي تحياتي لكم مشاهدين الكرام من محافظة ألف يوم نتابع منذ الصباح الباكر جولة دولة رئيس الوزراء وتفقده لعدد من المشروعات بهذه المحافظة بصحبة عدد من وزراء الحكومة هذه الجولة التي بدأت منذ الصباح الباكر بتفقد ميدان عبد المنعم رياض والجزيرة الوسطى داخل هذا الميدان ورفع كفاءة الطرق والإنارة في هذه الجزيرة والمدخل الرئيسي أيضا للمحافظة باعتباره يجمع بين البعدين الحضري والبيئي انتقل دولة رئيس الوزراء أيضا إلى تفقد منطقة السواقي هذه المنطقة التي تعد من أهم المقاصد والمعالم السياحية داخل هذه المحافظة ووجه دولة رئيس الوزراء وذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب هذه الجولة أنه تم توجيه وزيرة الثقافة برفع كفاءة قصر الثقافة المجاور لهذه المنطقة ورفع كفاءة الأنشطة داخل هذا القصر أيضا انتقل دولة رئيس الوزراء إلى تفقد الإسكان البديل وهو المشروع الخاص بتطوير العمراني لعواصم المحافظات وهو في إطار المشروع الذي قام دولة الرئيس بالتوجيه بإنشاؤه في إطار إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات تم تفقد منطقة عمارات الخواتم أو الحواتم تحديدا هذه العمارات هي ما يتعلق بإنشاء 1100 وحدة سكنية وذلك على مساحة 11.5 فدان في هذه المنطقة وتم الانتهاء من الإنشاءات وما يتعلق بالمساحات الخضراء ومنطقة الخدمات داخل هذا الإسكان والذي يتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقل أيضا دولة رئيس الوزراء بصحبة وزراء الحكومة إلى تفقد مشروعات حياة كريمة داخل هذه المحافظة وذلك تحديدا بقرية قلهانة بمركز إطسا وأيضا التابع أيضا ومركز يوسف الصديق هذه المراكز هي التابعة لهذه المبادرة ضمن المرحلة الأولى تفقد المركز التكنولوجي ووحدة طب الأسرة والمدارس التي يتم إنشاءها وأيضا رفع كفاءة البنية التحتية وإدخال المياه والكهرباء لهذه الكرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة انتقل دولة رئيس الوزراء إلى تفقد محطة العزب الجديدة وتحدث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عماية يحدث داخل هذه المحافظة من انقطاع المياه في بعض الأحيان وبالتالي كانت هذه المحافظة تحتاج إلى محطة جديدة مشروع محطة العزب الجديدة بمرحلتها الثالثة والتي ستساهم في رفع منسوب وحصص المياه لهذه المحافظة انتقل دولة رئيس الوزراء إلى أيضا عدد من المشروعات التي تم تفقدها داخل هذه المحافظة ومنها هذه البحيرة التي نقف بصددها الآن وهي بحيرة قارون وتحدث رئيس الوزراء عن ما كان يحدث على مدار سنوات لهذه البحيرات وزيادة نسب الفساد والتسريبات التي تحدث من المصانع وأيضا مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي داخل هذه المحافظة وهذه البحيرة تحديدا وبعض الإجراءات التي تمت في الفترة الأخيرة من قبل وزارة البيئة وأيضا وزارة الري لتقليل هذه الأثار السلبية التي تحدث للبحيرات وأيضا مشروع إنشاء مصنع كبير لتقليل ملوحة البحيرة وبناء على هذه الإجراءات زاد المنسوب الخاص بهذه البحيرة وارتفع إلى المنسوب الطبيعي وأيضا تم وقف ما يتعلق بالصرف الصناعي لستة مصانع ويتبقى سبعة مصانع من المفترض أن ينتهي تماما الصرف الصناعي الخاص به أيضا قبل التوجه إلى هذه المنطقة تفقد دولة رئيس الوزراء المجمع الصناعي الخاص بهذه المحافظة وهو بالفيوم الجديدة في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة تقليل فطورة الاستيراد وهذا المجمع تحديدا يحتوي على ما يزيد عن 500 ورشة لتشغيل الشباب ولدعم الاستثمار داخل هذه المحافظة هذا هو أبرز ما يتعلق بجولة دولة رئيس الوزراء داخل هذه المحافظة بأول جولاته في الصعيد لمتابعة المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة الكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الستوديو في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وأكد مدير الكلية العسكرية التكنولوجية لواء أركان حرب حسام الدين مصطفى دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية فضلا عن اتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاسراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية ببطبطات بلغت 135 طن ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 42 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسجد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية من بينها 199 قضية خبز نقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أهلا بكم من جديد أعربت مصر عن تعزيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصين في ضحايا الزلزال الذي ضرب مقطعة سيتشوان وأصفر عن وفاة وإصابة العشرات تقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بصادق المواسع لأسر ضحايا متمنيتا الشفاء العاجل للمصابين مؤكدة على تضامنها مع دولة الصين الصديقة في هذا حادث الأليم شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات اللجنة الوزرية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انطلقت اليوم أعمال الدورة المائة وثمانية وخمسين لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يتضمن مشروع جدوى الأعمال الدورة ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية الأمنية القانونية الاجتماعية المالية والإدارية كل ما يرمي إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام سبعة وستين وخلال كلمته أمام الدورة الثامنة والخمسين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية وصف أبو الغيت تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية بأنه دريمة في حق المستقبل إن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو سبعة وستين يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل وتجاهل هذه القضية لا يعني اختفاءها أو انزواءها فهي قضية عربية حية تحظى بالإجماع العربي بل والدولي على مدى عقود وستظل قضية أساسية لدى هذه الجامعة إلى أن تجد طريقها إلى الحل وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي هذا وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيد تنصيق المواقف العربية الجماعية تجاه الأزمات خاصة الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن تحرك العربي الجماعي تجاه تلك الأزمة دلالة مهمة على عمق التنصيق العربي تجاه واحد مما وصفه بأخطر التحديات على الصعيد الدولي إننا في المنطقة العربية ننظر إلى ما يجري على الساحة الدولية من تغيرات وتطورات من زاوية رئيسية هي المصالح العربية كيف نصونها ونعززها وندافع عنها ومن هذا المنطلق ووفق تلك الرؤية جاءت المواقف الجماعية من الحرب في أوكرانيا وأعتبر أن التحرك الجماعي العربي تجاه هذه الأزمة الدولية الخطيرة بما في ذلك الزيارة التي قامت بها المجموعة الوزارية لطرفي الأزمة فضلا عن استقبال ممثلين على أعلى مستوى لكل الطرفين هنا في القاهرة في الأمانة العامة للجامعة للاستماع إلى وجهات نظر الطرفين أعتبر أن هذا التحرك دلالة مهمة على عمق التنسيق العربي تجاه واحدة من أخطر التحديات على الصعيد الدولي للمزيد حول اجتماع وزراء الخارجية العرب القاهرة تنضم إلينا جرمين إبراهيم ورسلة التلفزيون المصري من مقر جامعة الدول العربية من المقر ما التفاصيل تفضلي نعم نوها بعض التحية اتبعنا معكم منذ قليل فعليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع العادي رقم 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي جاء بترأس ليبي بعد خلافة الجمهورية اللبنانية من المقرر في هذا الاجتماع أن يتم مناقشة عدد من ملفات العربية والإقليمية الهامة كالقضية السورية والأزمة اللبنانية وأيضا تطورات الأوضاع على الساحتين العراقية والسودانية وبالطبع بطبيعة الحال سيتم التطرق الحديث عن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على دول المنطقة وأيضا سيكون ملف سد النهضة على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع وككل دورة وككل اجتماع أيضا سيتم الحديث والتطرق عن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية أيضا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة في الوقت الحالي وفيما يخص القضية الفلسطينية سيتم تناول تطورات الأوضاع وأيضا سيتم دعم موازنة لدولة فلسطين وأيضا سيتم إصدار تقرير عن ما يتعلق بالأمن المائي العربي نشير أيضا نهى أن قبل هذا الاجتماع تم عقد عدد من الجلسات التشورية على مستوى المندوبين الدائمين داخل جماعة الدول العربية لوضع أهم النقاط والملفات التي سيتناولها اجتماع اليوم هو الاجتماع العادي رقم 158 للدورة العادية على مستوى مجلس جماعة الدول العربية لوزراء الخارجية العرب وتم الاتفاق على ثمانية بنود وهي خاصة بالقضايا العربية المشتركة على الساحة السياسية والأمنية والاجتماعية وأيضا عدد من البنود الأخرى إذا تحدثنا على سبيل المثال للحصر عن أهم القضايا التي تأتي من هذه البنود فسيتم تناول والحديث عن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية لداخل الدول العربية وأيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي لدول المنطقة أيضا دعم النازحين داخليا في الدول الغربية إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات وانتهاء القوات التركية للسيادة العرقية وغيرها من الملفات الهمة التي تشغل عدد كبير من الدول العربية أشكري شكرا جزيلا جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر جماعة الدول العربية شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات بوستورك 2022 العسكرية واسعة النطاق التي تنظمها روسيا بمشاركة عدة دول كانت المناورات قاد انطلقت في الأول من سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى غد الأربعاء في مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي وقبال تسواحل روسيا الشرقية ويشارك في المناورات أكثر من خمسين ألف جندي فضلا عن خمسة ألاف وحدة من المعدات العسكرية بما في ذلك مائة وأربعون طائرة وستون سفينة وفقا لما أعلنته موسكو وتشمل الدول المشاركة عددا من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهن والصين وصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرافض لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب بالموقف الإيجابي ووصف بيسكوف فكرة أن بلاده دولة راعية للإرهاب بالأمر الشنيع معربا عن ارتياحه لموقف واشنطن وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح أمس أنه لا يجب تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أنه سينشر اليوم تقريرا عن نتائج مهمة مهمة الوكالة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا كان وفد من الوكالة قاد زار المحطة يوم الأربعاء الماضي وقال جروسي أنه تم انتهاك سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا عدة مرات وأن وفدا من الوكالة سيبقى لتقييم الأدرار في المحطة قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينيسكي إن انقطاعا جديدا لطيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية على بعد خطوة أو خطوة من كارثة إشعاعية وألقى زلينيسكي اللوم على تجدد القصف الروسي على المحطة هذا وتبدلت موسكو وكيف الاتهامات بقصف المحطة وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الضرية إن خط القهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق وذلك قبل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة موسيقى قال وزير تقر روسي نيكولاي شوليج نوف فإن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن المزيد من الإمدادات إلى آسيا وأوضح أن أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في أسواق الدول التي تطبق هذا وستزيد من تقلب الأسعار وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على العمليات العسكرية في أوكرانيا قالت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة هي من أثار أزمة إمدادات الغاز في أوروبا من خلال الدفع الزعماء الأوروبيين نحو خطوة وصفها بالانتحارية بوقف التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة مع موسكو وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الولايات المتحدة سعت منذ فترة طويلة إلى قطع علاقات الطاقة بين روسيا والقوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا على الرغم من أن موسكو كانت موردا للطاقة منذ الحقبة السوفيتية جاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستق حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال ستة أشهر منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مستفيدة من ارتفاع الأسعار وأفدى تقرير مركز أبحاث الطاقة ومقره فنلندا أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال سبع سنوات عند 32.35% وقال محافظ بنك الاحتياطي فيليك لوي أن هناك المزيد من الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستتم في اجتماعات مجلس الإدارة الشهرية في محاولة لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف من 3 إلى 2% ما زالت أوروبا تعاني تدعيات الأزمة الأوكرانية وقرار روسيا بوقف خط أنابيب نوردستريم 1 لأجل غير مسمى القرار الذي أربك الدول الأوروبية ووضعها في مأزق مع دخول فصل الشتاء وأكبرها على التكاتف لمواجهة الأزمة المقبلة المزيد نتبعه في التقرير أربك القرار الروسي بوقف خط أنابيب نوردستريم 1 إلى أجل غير مسمى القارة الأوروبية في خطوة اعتبرها كثيرون تصعيدا جديدا لحرب الطاقة بين روسيا والغرب ومرحلة جديدة من عض الأصابع بين الجانبين وبينما اتهم الغرب روسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد المسهلكين الأوروبيين أكد الكريملين أن النقص في إمدادات الطاقة سببه العقوبات المفروضة على روسيا التي تحول دون صيانة البنى التحتية لمنشئات الغاز أزمة طاقة دفعت الأوروبيين إلى إظهار التضامن لمواجهة موسكو في إطار محاولتها الرد والانتقام من الأوروبيين لدعم أوكرانيا من هنا جاء تصريح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بأن بلاده سترسل الغازة إلى ألمانيا إذا لزم الأمر ماكرون أكد أيضا أن بلاده التي دائما ما كانت مصدرا للكهرباء ستحتاج إلى مساعدة من جيرانها بسبب مشاكل فنية في محطتها النووية أما ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا فأعلنت الإبقاء على اثنتين من محطتها النووية الثلاث المتبقية متاحتين لإنتاج الكهرباء وأوضحت الحكومة أن المحطتين الواقعتين في جنوب البلاد يمكن استدعائهما حتى أبريل من عام 2023 للمساعدة في نقص محتمل للكهرباء الشتاء المقبل حيث كان من المقرر إغلاق المحطات الثلاث بحلول نهاية هذا العام خيارات محدودة أمام الأوروبيين في تعاملهم مع أزمة الطاقة بما يستدعي تكاتفا وتعاونا وتنسيقا حتى لا يتحول الشتاء المقبل إلى كابوس قد يتسبب في تغييرات سياسية وساعة تنتظرها روسيا وتسعى لتحقيقها من خلال وقف إمداداتها من الغاز والطاقة قال رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون إن ما أنجزته حكومته في ملفات بريغزيت وكورونا وأوكرانيا والاقتصاد لا يمكن إنكاره وأضف جونسون في كلمته قبل التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزاباث أنهم واجهوا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها بوتين بشجاعة لافتا إلى أنه سيدعم حكومة لستراس وفريقها وبرنامجها وأن بلاده سوف تعبر الأزمة كل من كان منخارطا في هذه الحكومة لأيضا المضيق قدما بعجلة الاقتصاد في الأشهر الأخيرة قمنا وسوف نقوم دائما بتزويد القوة ومنح القوة الاقتصادية لمساعدة الناس من أجل تخطي هذه الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها حرب بوتين الشرسة غير المبررة ضد أوكرانيا وأنا أعلم أن هذه الحكومة ستقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتخطى الناس للأزمة وهذه الدولة سوف تنتصر أكدت الرئاسة الروسية أن موسكو لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها التي وصفتها بالفاترة مع بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة لستراس وقال الناطق باسم الكريملين دمتري بيسكوف قال إنه بالنظر إلى تصريحات سابقة صادرة عن تراس عندما كانت وزيرة للخارجية فإن بلاده لا ترى أي تغيير للأفضل في العلاقات بين البلدين ما زالت باكستان تعاني من الفيضانات التي زادت تقوتها بأكثر من عشر مرات عن المعتاد والمستمر منذ شهر يونيو الماضي ويلقي العديد من الخبراء اللوم على تغير المناخ والذي أدى لتلتة طفرات غير المسبوقة في مستوى المياه بالعديد من المناطق وفي أكثر من دولة نتابع لا يزال الباكستانيون يحصون خسائرهم من جراء الفيضانات المدمرة التي غمرت الثلثة مساحة البلاد غير أن عواقب الكارثة على المدى البعيد تظهر منذ الآن بوضوح وتضرر أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون شخص من جراء الفيضانات التي تسببت بها أمطار موسمية هطلت بغزارة أكثر من عشر مرات من المعتاد منذ منتصف يونيو الماضي وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية وإقليم السند في جنوب باكستان هو واحد من أكثر المناطق تضررا ولقي أكثر من ألف وثلاثمائة شخص مصرعهم وفقد الملايين منازلهم في الفيضانات والتي ألقى العديد من الخبراء باللوم فيها على تغير المناخ وتسبب الدمار في خسائر قدرها عشرة مليارات دولار وفقا لتقديرات الحكومة وفي الوقت الذي تمتد المياه فيه في بعض الأماكن على امتداد البصر تكمن الأولوية الآن في الوصول إلى آلاف العلقين في الجبال والوديان في الشمال وفي القرى المعزولة في الجنوب والغرب وأعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية ارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات الكارثية إلى أكثر من ألف وثلاثمائة شخص فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى أكثر من 12 ألف مصاب وقال مسؤولون إن تفشيا واسع نطاق للأمراض المنقولة عبر المياه يؤثر بصورة سلبية في مئات الألاف من الناجين من الفيضانات هذا وتواصل فرق الإغاثة وقوات الجيش المدعومة بالطائرات المروحية جهودها لإغاثة المنكوبين بالفيضانات وتوزيع المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الأخرى كما تسعى السلطات الباكستانية جاهدة لمنع فيضان مياه أكبر بحيرة في البلاد وغمر البلدات حولها بعد فيضانات غير مسبوقة بحث وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلا مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم كوب 27 بشارم الشيخ كما شهد الاجتماع تنسيق المشترك لإعداد دراسات فنية عن تقييم استخدام نظم الري الحديث في مصر وتم بحث الموقف التنفيذي لمشروع البرنامج القومي الثالث للصرف وذلك في إطار النهج المتكامل الجاري تنفيذه بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي استقبلت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنصقة الوزرية مبعوثة مؤتمر المناخ مديرة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة بالدول العربية خالدة بوزار تم خلال الاجتماع بحث أوبه تعاون للتحضير لمؤتمر المناخ قاب 27 بشارم الشيخ ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن جانبها هنأت خالدة بوزار وزيرة البيئة على إطلاق الحوار الوطني المصري للمناخ مؤكدة أن تجربة المصرية في التحول الأخضر كانت مهمة لنقل تلك التجربة إلى دول أخرى في المنطقة في حياة كريمة استقبلت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني وفد مؤسسة حياة كريمة والذي يضم أمينة عن مجلس أمناء المؤسسة ومدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة وأكدت وزيرة الثقافة أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري وقدرته على تحقيق متطلبات الوطن التنموية بكافة ربوع مصر هذا وبحث اللقاء تفعيل البروتوكول الموقع بين الجانبين وكذلك مشروع كشق كتابك بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وإطلاق مبادرة بعنوان أنت الحياة بقرى حياة كريمة بمحافظة الشرقية ضمن برنامج أنشطة الوزارة كنشاط مستحدث ضمن الأنشطة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة انطلقت قافلة تنموية نظمتها جامعة طنطة في قرية سمتاي لمركز قطور بمحافظة الغربية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة أوضح رئيس جامعة طنطة دكتور محمود ذكي أن الجامعة تستهدف من خلال أنشطة القوافل التنموية الشاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تستهدف خدمة القرى الأكثر احتياجا فضلا عن تقديم خدمات الدعم في المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمواطنين أعلنت مدرية الصحة بالدقهلية عن إطلاق قافلة طبية بقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر بالدقهلية وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القوافلة تشمل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات تل استكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان يتواصل الإقبال على معارض أهل المدارس والمقام بأرض المعارض بمدينة نصر والذي يوفر المستلزمات المدرسية بتخفضات كبيرة للمزيد ينضم إلينا من هناك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري يعني تطلعنا رامي على الأجواء لديك وإقبال الناس على معرض أهل المدارس وما يوفره من منتجات لطلاب المدارس تحياتي لك نهاوة إلهام تحياتي لكل متابعين من قاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر حيث تستمر فعاليات معرض أهل المدارس في استقبال الجمهور لليوم السادس على التوالي أيضا هذه الفعاليات التي تشمل مسلزمات المدارس بكفة أنواعها وبتخفضات تبدأ من 20% وتصل حتى 30% بمشاركة 199 عارضا متنوعا ما بين مسلزمات دراسية وأدوات كتابية ومصنوعات جلدية وغيرها من مسلزمات الدراسية أيضا هذا المعرض الذي يقام على مساحة 6000 متر وبمشاركة كبيرة لأكثر من 40 شركة كبرى في هذا المجال مجال المسلزمات الدراسية وأيضا يتوفر فيه العديد من هذه المسلزمات والمبادرات الخاصة بقرب العام الدراسي الجديد وأيضا نتحدث بهذا التوقيت هناك عدد كبير من المعارض أيضا الفرعية والتي تقدر بأكثر من 23 معرضا متنوعا في أكثر من 27 محافظة على مستوى الجمهورية أيضا على نفس نمط هذا المعرض بجميع المسلزمات الدراسية وهذا المعرض الذي بدأ في الأول من سبتمبر الجاري ويستمر حتى اليوم العاشر من النفس الشار وأيضا تتوفر فيه كافة المسلزمات لكافة الجمهور بأسعار مختلفة ومتنوعة ومقارنة أيضا بمثيلتها في خارج هذا المعرض عودة عليكم مرة أخرى أشكرت شكرا جزيلا رامي محمد داموراسل التلفزيون المصري تهتم الدولة المصرية بالتحول الرقمية من أجل الارتقاء بالتقديم الخدمات للمواطنين وبجودة عالية شهدت محافظة بانسوي في افتتاح عدة مراكز متطورة لخدمة المواطنين بعد إحلال وتجديد أحد عشر مكتب تموين على مستوى المحافظة المزيد نوتابح التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن توجه تنتهجه الدولة بخطوات ثابتة وواثقة لما يكانت جميع الخدمات الأساسية محافظة بانسوي في كانت شهدة على افتتاح مراكز تكنولوجية متطورة لخدمة المواطنين بعد إحلال وتجديد أحد عشر مكتب تموين على مستوى مراكز المحافظة السبعة لخدمة أصحاب البطاقات التموينية بالنسبة لمحافظة بنسوي فيوجد بها حوالي 49 مكتب تمويني طبعا دولة مهتمة جدا بتطوير هذه المراكز تصبح مراكز متطورة تقدم خدمة جيدة للمواطن في أسرع وقت ممكن المكاتب دي تم تطوير حوالي 11 مكتب بقى مكتب تمويني مركز مطور لخدمة مواطنين المركز المطور يقدم كل الخدمات التموينية للمواطنين والتي تشمل خدمات بدل فاقد وتالف وإصدار فصل اجتماعي وإضافة الزوجة والكثير من الخدمات بكافة أنواعها الخاصة بالبطاقات التموينية المركز بيؤدي خدمة تموينية متميزة في مدة لا تتجاوز عشر دقائق خدمات المواطنين فصل اجتماعي بدل فاقد بدل تالف بيتم تقديم الخدمة زي ما حددك شايف المواطن بيدخل في خلال عشر دقائق بيتم تقديم الخدمة التموينية له راحة المواطنين وتقدم الخدمات بسهولة ويسر أصبح هدفا تسعى إليه الدولة حيث تعمل على توفير جميع وسائل راحة للمواطنين وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية الحقيقة جيت النهاردة خدت وقم ما كملتش من ثلاثة لخمس دقائق جيت بسهولة الموظفين بتسهل كل حاجة جي النهاردة المكتب الخدمات المطورة للتموين ببندر ناسيا أغير البطاقة بدل فاقد البطاقة كانت شغالة وتلفت أول الشهر فجيت عشان أعمل بدل فاقد ويأتي التطوير في ملف الدعم التمويني في مقدمة أولويات دولة خاصة مع توجهات القيادة السياسية بسرعة توفير الحلول والبداء للمشكلات التي تواجه المواطن في احتياجاته الأساسية مع العمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات الحيوية المقدمة شارك وزير البترول وثرو المعدنية طارق الملافي فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض جاستيك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية كأكبر مؤتمر ومعرض للغاز الطبيعي والمسال والهايدروجين وتقنيات خفض الانبعاثات على مستوى العالم وأكد وزير البترول أن النمو اللافت الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في قطاع الغاز الطبيعي أسهم في تعظيم الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية المتميزة في هذا القطاع وذلك لمواجهة التحديات العالمية الراهنة في أسواق الطقاء استقبل وزير التجارة وصناعة أحمد سمير سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي واستعرض اللقاء ملفات تعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة وقال وزير التجارة أن مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات ويتمتع المنتج المصري برواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية مشيرا إلى سعي مصر لتعظيم الاستفادة من كافة الثروات الطبيعية المتاحة والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة فضلا عن إتاحاتها في الأسواق المصرية والعربية أنهت البورسة المصرية تعاملات جلسة اليوم ووصلت مؤشرة البورسة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأفراد المصريين وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورسة مكاسبها بلغت 8 مليارات و400 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 703.4 مليار جنيه وذلك بعد تدولات كلية بلغت 8 مليارات و300 مليون جنيه على صعيد المؤشرات قفز مؤشر البورسة الرئيسي إجي أكس 30 بنسبة 41 من 100 في المئة فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إجي أكس 70 بنسبة 91 من 100 في المئة وزاد مؤشر إجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 71 من 100 في المئة انتهت النشرة ويتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكد استمرار مصر في تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للعمل مع الدزائر لضمان نباح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك رئيس مجلس الوزراء يتفقد دول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية بالفيوم ويؤكد على وجود توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذها نهاية نشرتنا شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر